شهود عيان أفادوا بحفر عناصر الحوثيين خنادق مع إقامة عدد كبير من نقاط التفتيش خصوصا في الأحياء التي تساند الشرعية ألوية تهامة على وجه التحديد عصفة من التوتر تجتاح صفوف الإنقلابيين الأنباء تفيد بمحاولة يائسة للميليشيات استعدادا لحرب شوارع في الحديدة إن عكست آثارها سلبا على حياة الناس خنادق وسواتر ترابية وحواجز إسمنتية وسط المدينة وقطع للشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميناء الحديدة ما تسبب في تعطيل الحياة العامة وإعاقة حركة المرور ومنع المدنيين من الوصول إلى الأسواق والمتاجر خطوات تزامنت مع توزيع الميليشيات مئات الدراجات النارية على عناصرها ونشرهم في الأحياء وتقاطعات الطرق مدججين بالأسلحة الرشاشة والصواريخ المحمولة على صعيد متصل ذكرت تقارير إعلامية إنشقاق اللواء الحوثي سعيد أبو بكر الحريري قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة معلنا انضمامه إلى صفوف الشرعية في الأثناء تتواصل المعارك على جبهة نهم وصعده والبيضاء ولحج مصادر عسكرية على جبهة نهم أفادت بمغطي العميد عبدالله عوضة قائد اللواء الرابع حرس جمهوري التابع المتمردين أما عشرة من مرافقه بعد هجوم شنه الجيش الوطني على مواقعهم خسائر فاقمت أوضع الحوثيين مع دنو سعد الصفر لتحرير الحديدة أحمد الهادي العربية